دخان صواريخ المقاومة الفلسطينية لم ينقطع منذ ظهر الأربعاء رداً على الهجمات التي نفذتها قوات الاحتلال على قطاع غزة واستهدفت عدداً من قادة حركة الجهاد الإسلامي في القطاع في المقابل تستمر حكومة الاحتلال في تنفيذ سياسة الاغتيالات التي لا يمكن التكهن بالموعد الذي ضربته لنهاية سيناريو الدم الذي تتقن سرديته مصادر في حركة الجهاد الإسلامي قالت إن المفاوضات الجارية بين الوسطاء لوقف الحرب على قطاع غزة فشلت بسبب مماطلة الاحتلال ما يعني أن الهدف هو تصفية قادة الجهاد ولعل الهدف من بعد ذلك هو قادة حركة حماس ورغم جهود الوساطة لوقف القتال لوح رئيس وزراء الاحتلال بن يمين تنياهو باحتمالية شن حملة موسعة وضربات عنيفة ضد قطاع غزة في تحدي واضح لجهود السلام في المنطقة لكن في المقابل لا تزال الفصائل الفلسطينية في غزة لم تدخل على الخط رغم وجود غرفة العمليات المشتركة التي دشنتها إبان معركة سيف القدس لتترك علامة استفهام كبيرة في ظل حديث عن خلافات بين حركتي حماسة والجهاد نفتها الأخيرة مؤكدة على وحدة المصير وعلى الطرف الآخر تبدو تل أبيب أكثر ارتياحا بعد أن أكد وزير خارجية الاحتلال دعم الولايات المتحدة والدول الأوروبية الكامل لسياسة الاغتيالات التي تنتهجها ضد قادة الجهاد وفي ظل هذا التأييد المطلق من الغرب لسياسات الاحتلال فإن دول الممانعة والمقاومة لا تزال تتمسك بحق الرد الذي تأخر كثيرا وربما لن يأتي حتى ولو صف الاحتلال جميع قادة المقاومة الفلسطينية